السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ايها الاحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة سنخصصه لفهم قصة انسانية واقعية قصتي ام سعد والصدقة الجارية في الحديث الذي رواه الامام المسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له اليوم غنت كلم على قصة ولد صالح يدعو له قصة انسانية واقعية بطلها هو سعد سعد طفل صغير انجبه والديه كانوا لازال في ريعان الشباب ظروفهم الاقتصادية على قد الحال الام ربة بيت تعيش بتواضع وفي خجل وبعيد عن الانظار والزوج شاب كله حيوية وطاقة وحتى هو طالب معاشو كيقلب على رزقه من اللي تزوجه هاد الزوجين كان سعيدين وعلى قد الحال ارزقهم الله تعالى بولد اسمه سعد كانت امه سعد فرحة مسرورة بهاد الوليد ودائما كتجمع مع زوجها وكتقول له من اللي غدي كبر سعد غن علموه احسن تعليم غن دخلوه للجامعة وغدي قرأ تخصص اللي هو كبير وغدي يخدم وغير بحفلوس كتيرا وغدي متعنا وغدي برعنا كان سعد وهو صغير يسمع هذا الكلام بين امه وابيه واحد المرة الابقى لها اللي خص سعد بلان خصوه اختوه او خوه لخويه فالام تقول بان وضعنا الاقتصادي لا يسمح احنا فقراء يلا بالكاد نعيش ان لي ان احبل وقالد هلا غير حبلي وربغني سخر فقام ابو سعد در عمل اخر اضافي في مشقة وتعب لعله يكسب المزيد من المال الحلال بعرق جبينه وتعب كتفه بشي وسع للأسرة الصغيرة ديالو ظل الابو يشتغل بالنهار ثم يشتغل بالليل ولا يدخل الا الى ساعة متأخرة كله متعوب من اجل ان يكسب مال حلال حتى يتمكن من انفاق على اسرته الصغيرة لكن امام انهاكه في العمل بالليل والنهار اصيب بمرض شديد وعلى اطره سيتوفى الاب وبقي سعد طفل صغير يتيم يعيش مع امه الذي يذكره سعد من الماضي هو انه وجد بان امه لا زالت فتاة في ربيع عمرها وتلبس البياض رحل الزوج الشاب الى جوال ربه وبقي سعد مع امه والبيت غص بالمعزين رجالا ونساء صغارا وكبارا المعزين يقول لام سعد اسبيري اسبيري لعل الله تعالى يريك في سعد هالطفل الصغير خير خلف لابيه وبعد ان مرت ايام الجنازة والنس انصرفوا واجهت ام سعد الزمن الصعب لان الام لم تكن تتقن اي عمل كانت ربت بيت فاضطرت لكي تعمل كخادمة في البيوت ولما تأتي في المساء كتشتغل في النسيج كتخيط على قدر ما تستطيع لكي تضمن لقمتها ولقمت سعد واتمن الكراء وصار سعد يعيش هذه المأساة سعد كان دائما يشعر بانه يتيم الاب لكن الام ارادت ان تملأ عليه الفراغ فكانت له اما وابا في الوقت ذاته مرت السنوات وسعد يكبر الام سجلته في المدرسة في المرحلة الابتدائية والام كتقول لي يا ابني هنت تعرف احنا عندنا قلة اليد ولكن انا غنعمل وغنشاهد باش نوفر لي كل ما تحتاجه اليه سعد كان دائما صغير ينظر بعينيه التي في رأسه ويتأمل الحياة من حوله ولكنه كان راضي على كل حال الام كانت تبدل جهودا كبيرة من اجل ان توفر لابنها الصغير كل ما تشاء كان بامكانها ان تتزوج لكنها قلت غنجيب الراجل غريب لابني ساتعب وساحتضن ابني وغنخدم بالليل وبالنهار باش نوفر لي كل شيء فعلا شعر سعدنها طفل صغير بان امه تضحي من اجله لما تأتي من العمل وهي متعبة والعرق يتصبب من جبينها كي قال بان هذه الام عندها خدمة كبيرة ومجهود جبار وحنروي يقول لها ماما اذا دخلت الجنة ان شاء الله تعالى ساخبر ابي بمعروفك الكبير معي الام بدأت تغالب دموعها وتبتسم لوليدها وعلمت بان هذا الابن سوف يعترف بهذا المعروف لانه شوف الفكر دي رفه نمشا ماما اذا دخلت الجنة ان شاء الله ساخبر والدي بكل هذه الامور التي تقوم بها فعلا تمر السنوات الطوال وسعدن يمر المرحلة الابتدائية ثم المرحلة الاعدادية ثم المرحلة التانوية ويدخل سعدن الى الجامعة والام لا تزال بالنهار كتشغل خدامة في البيوت كتغسل الاواني كتغسل ضروج ذي المنازل مقابل دوريهمات وفي المساء ملك الجي تنسج الثياب وتبيعها كل هذا من اجل نقمة العيش سعدن لما دخل الى الجامعة القبل ان في الجامعة كين شباب وشابات كين تميوا الى اسر اثارية او متوسطة وشف بان الطلباء كجمعهم والدهم وامهاتهم في سيارات وكيعطوهم قدر من المال للحياة الرغيدة هو عنده الفقر وملك جلدار كالقل ام ديالو حزينة وكئيبة وسرعان ما اشتعل الرأس في شيبها الشيب اشتعل في رأسها والتجاعيد في وجهها يوما ما دخل سعدن الى البيت فرأى المشهد للامه رأى بان الزمن قد رسم على وجهها تجاعيد السنين وجدها نائمة وهي تخيط ولا يزال الثوب بيدها ابكه هذا المشهد فجاء الى امه وعنقها هلا يا امي لقد تعبت من اجلي كم سهرت من اجلي وكم تعدبت من اجلي الام استيقظة قتله يا ابني اه انا لا اتعب انا كل هذا عمل كله عندي فرحة من اللي كان شوفك تقرأ وكتنجح وانت على اخلاق كريمة كان حس بان تحجم ضعط لي انا الخير كله بني عينية وبني بدي لكن سعد من يومها لم يعد يشعر ب الرغبة في النوم قال يا امه انتي تعبتي بزاف انا غنجلس من الجامعة انا غادي نمشي نخدم في اي عمل سانتسب للجامعة نقرأ ولكن غا مش نخدم نجيب دروس بلعب الاصدقاء وغا مش نخدم اي عمل نربح به واحد للقدر دي المال باش نقدر ننفق عليك وانتي اريحك يا امي من هذا العناء الام لما سمعت هذا الكلام وذا الاسرار غضبت على ابنها قتلي يا سعد رضايا ان تستكمل دراستك الجامعية ان تبقى فيها منتظما يا سعد اياك ثم اياك ان تضيع الدراسة الجامعية انا تعبت وشقت وكان املي مع ابيك وانت صغير انت صغير في مستوى عالي جامعي وانك تدير تخصص كبير وانك تعد شي حاجة نفتحر بها يا ابني ما تجيشت للاخر وتكسر لنا هاد الحلم الجميل رأى ابوك في قبره فرحان بللك يشوفك تنجح واذا سمع وعلم بانك ما بقيتش متضم في الجامعة انك غتكسر كل مبنينه منذ زمان فعلا الام بدأت تقول هذا الكلام اترت في سعد وقتله اعدوك يا ابني حينما تاخد الشهادة الكبيرة وتوظف ساترك العمل في البيوت كخادمة عند الناس وساترك الخياطة العينية مبقوش يساعدوني وقال لغنكون نخشل لي تمنيتيا واللي غنديرو فعلا ساعدون خادل عزيمة مع امه دائما كترضي عليه هو كيتعب الليل ومن نهار في الدروس ما بقاش عنده فقط امل انه غير الانجح بغا الانجح بنقاط عالية بش ياخد درجة مشرفة بش يقدر يحصل على عمل كبير يفرح به باه في القبر ويفرح بهمه لتعباته شقاته ما هي الا سنوات معدودات حتى بدأ ساعدون ينظر الى الشهادة العليا فعلا حصل على الشهادة العليا بامتياز الام مشت معاه الجامعة بش ياخد يناقش الماستر والام لبسة واحد لبسرة واحد جلبية باتة واحد صندلة بسيطة والشيب في ناظرها والعلامات الفقر في محيها وفرحات مني شافت بان ابنها شاب في مقتب العمر والطلبة والطالبات كلهم محاطن به والهيئة ديال التحكيم في الجامعة من الاساسد الكبار يصفقون عليه ويفتخرون به الام فرحات قالت انا حققت لانجاز ديالي قتلها ولد من انجاز لبقى لنا هو انك تلقى عمل فعلا سعد نظر لاخلاقه واستقامته وسمعته الحسنة توسط اليه بعض الاساسدد في الجامعة فوجد عملا مباركا وكت امه فرحانة بانه حصل على عمل الام دائما كتتعمل معك انه طفل صغير يستيقض صباحا كتوجد لي كأس الحليب كتبشي طليل الشعر دياله كتلبس الملابس دياله يا امي لقد اصبحت رجل يا امي لقد اصبحت كبير قتلي انت دوما في نظري طفل صغير وفرحات بي فرحة كبيرة من اللي انتظم في العمل غد يدخل واحد الخدمة وغد يريح هلها يا امي رقالوا لي حتى بعد ستة اشهر عاد تاخد الاجرى ستة اشهر اولى بلا اجرى ومن البعد غد يعطوني الاجرى مجموعة الام فريحة قتلي سيري يا ولدي وكمل عمل ديالك انا مازال خدام حتى تاخد الاول اجرى قال يا امي اول اجرى ساحصل عليها سوف اكرمك غنت هلنا فيك فعلا مرت ستة اشهر هو سعد يعمل بالليل والنهار ويتقن عمله ويحرص على رضاء رؤسائه والحمد لله داك الستاج ستة اشهر ممتاز وخاد الاجرى اول راتب غد ياخد سعد سيستنمه غرق في التفكير قال ماذا سوف يفعل بهذا المال ستشهر جمعه مبلغ كبير عمره محلم ملايين ماذا سأفعل بهذا المال تقول اي شيء ممكن ان ارد به الجميل لامي ايمكن ان اشتري لها لباس اكتر اشتري لها ذهبا وفضة وسربلها لؤلؤا ومرجانا اكتر اذهبوا بها الى الحج والعمرة اكتر مكره شيء الفلوس يصرفهم كلهم على الام دياله في لحظة ويفرح قلبها ويسعد نفسها فعلا سعد من العمل دياله الدار ويسعد الام دياله لما دخل البيت وفرح بالمال قال امي قال اختار ما تشاين اللي بغت التعب دياله كله الشقاء دياله انتهى في هذا اليوم الام فرح وعنق ولدها عنق ابدأ تكتبك وحد اللحظة شعر سعد بان الام دياله الجسم دياله كيسخن وجوها كيسفر من شدة التعب ومعنق الام دياله كيلقى فيها الالم وكيلقى فيها التعب الرعش امه ماذا اصاب كي امه ففكر انه يقوم باسعافها هب سعد لكل لحظة وجاب سنة اسعاف وحمل امه الى مستشفى وهي تدخل في حالة غيبوبة نسي نفسه نسي عمله نسي كل شيء اخذها الى المستشفى وحرص على انه يقوم بالاجراءات النسل في المستشفى قالوا لي ان امك في حالة خطيرة اسرع باقتناء هذا الدواء سعد مشاكيجري يبحث عن الدواء المطلوب وقلبه يخفق وعقله مع امه ما هي الا اقل من نصف ساعة جاء بالدواء وعند باب القسم الخاص بامه استوقفه موظف الاستقبال وقال له يا بني عليك بالصبر والاحتساب قال ماذا تقصد قال ان لله وان اليه رجعون قال ماذا تقصد قال امك التحقت بالرفيق الاهلا سعد شعر بالانهيار سقطت الادوية من يديه وسعق في مكانه وفقد توازنه وجلس على ركبتيه وبدأ يقول وكان امر الله قدرا مقدورا وكان امر الله قدرا مقدورا وكان امر الله قدرا مقدورا بعد ذلك سيتم تشهيع جلسة امه هذه الام المكافحة هذه الام المناضلة لم يكن يعلم ويدري بانه يوم ان حصل على المال الوفير بعد ان توظف يوم ان ابتسمت له الحياة يوم ان اراد ان يعيش حياة كلها عطاء وكلها نعيم واراد ان يسرب الامه بالدهب والفضة واللؤلؤ والمرجان يوم ان فكر ان يأخذها الى الحج والعمرة يوم ان اراد ان يشتري سيارة ويسافر بامه ويجول بها العالم وتأكل وتشرب وتنعم وتفتخر به جاء القدر الالهي واخذ امه الى قبرها وظل يقول وكان امر الله قدرا مقدورا دفن سعد امه في المقبرة ودفن معها اجمل ايامه لقد لحقت بزوجها بعد طول غياب وصار سعد يتيم الابوين وكأن الام انما عاهدت زوجها اول الامر انها ستظل مكافحة مناضلة حتى توقف سعدا على قدميه هذه الام ذهبت واخذت معها الفرحة والسرور والبهجة سعد لم تطب نفسه الان حصل على المال وعلى الوظيفة وعلى الشهادة ما قيمت هذه الوظيفة بلا ام ما قيمت هذا المال بلا ام ما قيمت الحياة كلها دون ان يقتسم لحظات السعد مع امه سعد ترك عمله تلك الايام ودخل في حالة من الحزن الشديد فر الى ربه ذهب الى المسجد وصار يبكي على الله ومن حسن حظه سمع الفقيه في المسجد يحدث الناس وكان الموضوع هو ابواب البر كان يقول ان ابواب البر لكثيرة وذكر بان هذا الحديث النبوي الشريف الذي سردناه في اول الكلام عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به اول صالح يدعو له لما سمع سعد هذا الكلام انتفض وعوض ان يستسلم للبكاء ويستسلم للحزن ويدخل في حالة اكتئاب انتفض وقال ساهتدي الى طرق من طرق البر العظيم وعزم على نفسهم ان يرد جميل امه حتى وي تحت التراب فعزم انه سوف يقتطع ربع راتبه شهريا لقسم الله تعالى ربع مغي يخدوش دروح الصدق وبدك يجمع انك البركة شيجعله صدقة جارية لوالدته فعلا بدأ سعد يقوم باعمال جليلة وكثيرة اولها بدأ يحفر الابار لسقي الماء للعطشة ولسقي الاراضي فاستطاع ان يحفر عدد كبير من الابار ثم بدأ ياخد قسطا من ماله الى دور الايتام ثم ياخد قسطا من ماله الى دور العجزة ثم ياخد قسطا من ماله الى المستشفيات وبدأ سعد في كل مكان يدهم الا وينشر البسمة وينشر الفرحة والمال فاض فاض عن سعد لانه باركته اصمحت كثيرة وهذا من باركة بري الوالدين يقال بان باركة بري الوالدين ترى في الدنيا قبل الاخرة الان سعد رجل مبارك يسمى الحاج سعد تزوج وانجب سبعة من الابناء كلهم متقاربين في السن واسمى معنا الام الابدين واصبح رجل من اهل الدنيا ومن اهل الدين رجل مبارك اينما حل وارتحل حلت عليه بركة بري الوالدين ايها الاحباب الكرام غايتنا من حلقة اليوم ان نستحضر قيمة الوالدين سواء كانوا احياء او اموات احياء نقوم ببرهما ونأخذ بركتهما وان كانوا قد التحقوا بالرفيق الاعلى فالدعوات الصالحات والصدقات المستمرات واعمال البر تكون دوما بدون كلل ولا ملل وربنا عز وجل يتجلى على الجميع بالرحمات والبركات والعطاءات والاكرمات رحم الله جميع الامهات ورحم الله ام سعد السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة